وطبعاً القطاع الخاص في الكويت منحصر إلى بعض القطاعات الاقتصادية لأن هناك قطاعات اقتصادية غير مفتوحة حق القطاع الخاص الكويتي وبالأخص أركز عليه القطاع النفطي وهو أهم قطاع أصلاً المفروض يفتح للقطاع الخاص نعني الاقتصاد الخاص دعم الاقتصاد الوطني يعني دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني نعم أنت شروع عندك غير النفط أنت ما عندك شيء يعني ما نبي نعتمد على الأمليات المقاولات وما شابع عندنا الصناعة المالية اللي موجودة لكن عندنا قطاع يعني وائد ممكن يحقق انفتاح كبير وتوسع ودور كبير للقطاع الخاص لكويتي وهذه قد تكون الدعوة لخسخصة بعض القطاعات النفطية الآن قاعد نشوف في السعودية نفس الشيء قاعدين نداشين في هذا المجال احنا قاعد نتكلم لما نتكلم على خسخصة القطاع النفطي نقصد العمليات الانتاجية ما نقصد أن النفط اللي موجود تحت الأرض تملك الدولة يجب أن نفرق في ملكية الدولة في الموارد الطبيعية الموجودة تحت باطن الأرض هذه ملك للدولة لكن العمليات الانتاجية وهذا يأخذنا السؤال وائد مهم إذا تتكلمين عن دور القطاع الخاص لازم نحدد شكل الدولة شنو شكل الدولة؟ في الأربعينيات كانت الدولة تسمى بالدولة الحارسة بعد ظهور النافط تحولت من الدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة دخولها كدولة منتجة فقامت تزاحم القطاع الخاص على بعض الأوجه الاستثمارية المنتجة ومنها القطاع النفطي والأساسي فدخول الدولة مسيطر مهيمن على القطاع النفطي سنقول قلص دور القطاع الخاص فصار قطاع بسيط جدا الآن نشوفه على الاتصالات على شوية على البانكينج ولكن أعتقد دوره رح يكون أكبر في المرحلة الياية وهذا الدور يجب أن تسعى للحكومة الكويتية بالذات للتخلص من هذا القطاع أنا بالنسبة لي أشوف في العمليات المنتجة لأنها لا تكلفة كبيرة خصوصا نشوف التكلفة مالتك رواتب ما شابه خل القطاع الخاص يديرك وانت في نهاية اليوم تجني الأرباح الموجودة من عملية البيع فدور القطاع الخاص محدود جدا في الاقتصاد الكويتي لم يعطي الفرصة خصوصا بعد ظهور الدولة الحديثة لها دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر